شاب مثلك نفس الشيء جميل أنيق لطيف راقي ويتكلم بالإنجليزية مثقف واصل مرحلة نعم مثقف مطلع متطور هذه الانهزامية أنك لا تفتخر بلغتك بل تتقزز فعلا ممن يتكلم بها وتعتبرها رجعية وفي المقابل من يتكلم لغة غيرك تعتبره مثقف ومثقف وبالتالي لما يتحدثون فيما بيناتهم لازم يخلي كلمة إنجليزية حتى يبين أنه خلص ووصل في مرحلة كيوت هذه مشكلة هذه الأشياء نعيشها يومنا جد مثال بسيط لكن هي تحكي واقع اليوم نحن فصلنا عن تاريخنا فصلنا عن أصالتنا فصلنا عن ديننا عن مذهبنا عن كل شيء وأصبحنا منهزمين حضاريا نرى الحضارة الأخرى هي الأفضل هي الأقوى هي الأجدر والنتيجة أننا أصبحنا نقاط كما يريدنا الآخر ابن خلدون عنده على هذا الرأي جميل جدا طبعا استحضرنا هذا ابن خلدون يقول المنهزم دائما يسعى بأنه يتأسى بالآخرين يعني الشخصية له هنزامية تشوفوا الشخصية التي هزمته الشخصية أفضل من يما دائما شخص أفضل من يما واصم مرحلة فيحاول يقلتهم بالتالي اليوم اللبس اللي عندنا اللباس هات الموضة الموضة يعني بالتالي تأسي كبير بالغرب ماكو أي روحية ماكو أي تراث باللبس اللي موكون حقيقة شفناها بعض الدول متمسكة يعني بأعصالتها بلبسها لكن بعض الدول لا كل غربي ترجمة نانسي قنقر